أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور يعني مؤكد فعلا 30 أوليو ده تاريخ مشهود في التاريخ المصري ماذا يمثل لك؟ يمثلي كمواطن مصري شيء كبير جدا أن مصر كلها أجمعت على المحافظة على هويتها الثقافية ويمثلي كشخص أن أنا كنت من أوائل الناس اللي تصدوا بشكل شخصي لوزير ثقافة الإخوان علاء عبدالعزيز لأنه كان عندهم مشروع لأخوانة الدولة وكانوا حاسبين أن أول شيء يقدروا يسيطروا عليه هو الثقافة والفن وعشان كده كان عندهم خطة محددة لاستبعاد قيادات وزارة الثقافة ولتحويل الاتجاه هو الحقيقة بدأ معي أنا شخصيا وكان عايز يحول تحديدا مكتبة الأسرة قال إنها هتبقى مكتبة الثورة وتحديدا كان عايز يحولها إلى أخوانة الأسرة يعني مكتبة الأسرة كان يريد أنه يبقى اسمها مكتبة الثورة فورا ده هو يعني حلف ما أنا بقول لحضرتك هو حلف في نفس اليوم بالليل أعلن هذه الأشياء دون الرجوع ودون اجتماع بقيادات الوزارة الغالت لأن مكتبة الأسرة لما طلعت كان رئيس اللجنة بتاعتها إبراهيم أسلان الله يرحمه وكان فيها كل القيادات الثقافية المستنيرة وما كانش عجبهم هذا الاتجاه هو كان عايز يحولها إلى أخوانة الأسرة لأن أزارة الثقافة في هذا الوقت لم تكن تعدم صدور سلسلتين عن الثورة بنفس اسمها واحدة من دار الكتب وواحدة من هيئة قصور الثقافة بالإضافة لأن مكتبة الأسرة كانت بتنشر ده داخلها يعني فهو تحديدا كان عايز يتخلص من هذا المشروع فاجتمعت اللجنة يعني اعتبر ذلك مثلا بقايا النظام القديم يعني هو لو بقايا النظام القديم ما كانش فيه مشكلة يعني إنما مش ده الموضوع لا هو بقايا الفكر الليبرالي المستنير الذي يريدون القضاء عليك ولما قال حسميها مكتبة الثورة هو كان يهمه المحتوى أكتر من الإسم وأول ما تصدنا له فهو يعني فورا ده كان يوم الأربع يوم السبت أقلني فعشان كده الموضوع بشكل شخصي موجود